موسيقى قال يسوع أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها والروح القدس هو الملازم والمؤازر وهو الذي يبني يأخذ الحجارة الميتة مثل هذه الحجارة اللي شايفينها حوالي وبحولها بينفخ فيها بتتحول إلى حجارة حية ويركب كل البناء يسوع نفسه حجر الزاوية وهذا البناء يعتبر جسد المسيح فالمسيح هو الأساس وهو حجر الزاوية وطبعا هذا البناء سواء شكله سواء بناءه سواء تركيبه كله بيتألف من شعب الله اليهود والأمميين وكما يقول الكتاب المقدس الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل بكلمات أخرى كل مسيحي بغض النظر يهودي أو أممي أو من أي شعب آخر كل شخص يعتبر حجر حي هذه الأبنية أو هذه الحجارة اللي شايفينها حوالي هذه كانت أبنية ضخمة عظيمة جدا بتعبر عن قوة البناء وهندسة وجمال وفن هذا البناء لكن بناء يسوع المسيح تم بموت المسيح على الصليب وقيامته من بين الأموات مات المسيح ليصالحنا مع الله الآب وأيضا حتى نصبح أسرى واحدة أسرى إلهية والله يسكن فينا يصنع مسكنا منا ولنا يسكن فينا بالروح القدس كل مسيحي مؤمن بالمسيح يسوع يحتبر حجر حي فالكنيسة هي الحجارة الحية واللي بميز هذا البناء إنه مش بني وخلاص هذا البناء مستمر يعني كل مؤمن جديد بزيد حجر حي في هذا البناء العظيم في مسكن الله في هيكل الله في جسد المسيح في وحدة الكنيسة طبعا ويثبت ويستقر هذا البناء بالروح القدس اللي بيواصل هذا العمل فينا فالسؤال هل أنت حجر؟ أقصد حجر حي هذه الحجارة بتتكلم عن تاريخ عن أثار عن هياكل عن أبنية اندثرت والحجارة تصرخ أنه كل شيء سيزول وينتهي لكن جسد المسيح لن ينتهي فهذا الجسد هو عروس المسيح هيكل المسيح والرب دفع ثمن من أجلك ومن أجلي فهل تنضم اليوم إلى جسد المسيح؟ اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة